حماية المجتمع مسؤولية مشتركة لينعم الجميع بالأمن والأمان وتأمين حدث بضخامة إكسبو 2020 دبي مسؤولية كبيرة لا تتوانى السلطات المسؤولة في دبي والإمارات عن تحملها بجدارة وتفوق كما أن للجمهور دور في الحفاظ على أمن وأمان هذا الحدث نتعرف على هذا الدور في منصة الأمين في إكسبو 2020 دبي مع الزميل محمود حمدان ما هي خدمة الأمين؟ ما هو جناح الأمين؟ نتعرف عليها أكثر ونختصر الموضوع أنها خدمة يشارك فيها الجمهور في خدمة أمن هذا المكان فهذا الحدث حدث بحجم إكسبو 2020 دبي يتطلب قدرا كبيرا من الاهتمام الأمني لتأمين هذا الحدث من المشاركين والحضور والمنشآت فهنا يشارك الجمهور من خلال خدمة الأمين دعونا نتعرف أكثر إلى خدمة الأمين مع الشباب هنا نتعرف على حضرتك حياكم الله معكم أحمد المنصوري متطوع من خدمة الأمين يا أهلا أحمد لو تشرح للناس باختصار ما هي خدمة الأمين وكيف يستفيد ويفيد فيها الجمهور هذا الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي أولا خدمة الأمين هي خدمة سرية تابعة لجهاز أمن الدولة بإمارة دبي تأسست الخدمة في 2003 والغرض من هذه الخدمة استقبال كافة البلاغات الأمنية دون التأثير دون اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتصل أو المبلغ نعم يعني باختصار أنا مثلا إذا أو أي أحد من الجمهور إذا شاهد أي شيء مشبوه مثلا في هذا المكان في هذا الحدث العالمي يقدر أن يبلغ عنه من غير أن يتحمل أي مسؤولية يعني بكل أريحية وبذلك يرفع عن نفسه المسؤولية هذا صحيح؟ نعم صحيح عن طريق عدة طرق عندنا طريقة الأولى الرغم المجاني اللي هو ثمانمائة أربعة أربعات وعندنا الطريقة الأسهل اللي هي الأبليكيشن يعني هنا التكنولوجيا تتدخل لنتعرف على هذا التطبيق تطبيق الأمين أكثر لو تشرح لنا على الشاشة؟ عندك هذا التطبيق تطبيق الأمين أول شي عندك البلاغات تدخل على البلاغات يطلع لك نوع البلاغات تحط نوع البلاغ وهنا تحط بياناتك اللي هي البريد الإلكترونية أو رقم الهاتف وآخر خانة تعبي فيها البلاغ تشرح يعني البلاغ وأيضا مزايا هذا البرنامج أن يسمح لك أنك تصور أو تضيف صورة من الستيديو أو أنك تسجل تشرح الموضوع نفسه فيسهل وائد أمور عليك يعني يعني إذا رأيت الشيء أن يستحق التصوير ورسله من غير مسؤولية هنا نعم صحيح تصور وترسله وما يتم اتخاذ أي إجراء قانوني ضدك لأنك أنت استخدمت الصورة هذه للتبليغ ليس للنشر ترجمة نانسي قنقر